من الواضح انكم عارفين احنا عملنا الاجتماع ده ليه؟ اكيد عشان ليفي كوهين اش معنى اكيد يا عزر؟ طيح انا دلوقتي ما عنديش معلومات كافية عنه من يوم مواصل اسرائيل لكن لكن انا ما زلت عند وجهة نظري اللي هي؟ مش مستريح له في حاجة واقفة بيني وبينه مش كفاية ممكن المسألة تكون مسألة استلطاف شخصي ما اعتقدش يبقى لازم تحدد شكوكك فين وليه؟ ليفي كوهين قصدك ديفيد شارلي سامحون ايما كان الاسم المهم ان كل حاجة عنه او حاليه كانت غمضة ليها اكتر من تفسير خصوصا حكاية المغرب دي؟ بالنسبة للمغرب المعلومات اللي جاتينا من هناك بتؤكد وجود بن يمين حنانيا وعيلته لحد السنة التلاتة واربعين وبعدها؟ بعدها زي آلاف الأسر اللي اختفت بعد اكتياح الألمان لشمال أفريقيا بيتهائي ده بيتفهم على اللي قاله ديفيد مع ملاحظة انه مفيش اي قصر ليقف زي بقيت العيلة وده بيأكد اللي هو قاله لانه كان بيغير اسمه على كل حال احنا محتاجين لتقدير موقف سريع لأدن سامحون ديفيد بقاله شهرين في تل قبيب وبالطبع علاقته بالمجتمع الكبرت وتشعبت وانا اهم من ده كله انه بيكتسب اعجاب كل اللي بيقابله وانت شايف ايه يا يوسف؟ انا شخصيا ما قدرش انكر اعجابي الشديد بديفيد وان خبرتي الشخصية بتقول كلام بيختلف على الكلام اللي بيقوله أدن عزرة اه ممكن توضح أكتر انا شايف ان حماسه الاسرائيل مليان بالحرارة مش في احتمال ان كل ده يكون تمثيل ممكن بس ساعات حماسه ده بيفكرني بأيام حرب التحرير وده الشيء المدهش في شخصيته ليه؟ لان مع كل اللي شافه وكل التجارب اللي خدها يبقى حماسه ده شيء منطقي للغاية ايه أخبار ليليان؟ ما هي دي المشكلة التانية؟ مشكلة؟ انت عارفين ان ليليان مضربة ومثقفة وفاهمة وبالرغم من كده سألتني احنا ليه بنشك فيه؟ اي خطة بنحطها له بيزبقنا ليها بسرعة اي باب بنفتحه له بنلاقيه يدخل فيه من غير ما نطلب منه ده وانت ايه رأيك؟ بالرغم من كل ده من الصعب ان نقول رأيي قاتع في الأمر معنى كده ان احنا لازم ناخد قرار نهائي في الأمر اللي زي دفلت شارلي سامحون لازم يكون حاجة من الاتنين الحاجة الاولانية اللي يكون صادق في كل الكلمة قالها وانه يكون يا كوف بن يمين حنانيا وبكده تبقى اسرائيل كسبة مواطن غير عادي والحاجة التانية؟ الحاجة التانية ان يكون يا كوف بن يمين حنانيا برضو او اي شخصية اخرى وان المصريين ضربوه واشتروه وبعتوه لنا هنا اشتركوا في القناة